فقط الآن بدأوا يقلقون بأن هذه المخابر والتي فقدوا السيطرة عليها أنها تثير قلقاً وبالتالي أن الأمريكان يرفضون تماماً مناقشة آلية التفتيش ضمن معاهدة حضر الأسلحة البيولوجية ويقومون بنشر المخابر وبناءها حول حدود روسيا وكذلك في القواعد العسكرية وخاصة القواعد البريطانية وكذلك هناك أمور أخرى تجري حيث مثلاً قاموا بتدريب الجيش الأوكراني وسلحوه وعندما جرت مثلاً نفس العمليات العسكرية في العراق تحدث الأمريكان بأن ما يجري في العراق هو تهديد مباشر للأمن القومي للولايات المتحدة فهل أحد منكم ترح السؤال كيف يمكن أن يهدد العراق على مسافة آلاف الكيلومترات أمن الولايات المتحدة فلما قلنا أن أوكرانيا على حدودنا تهددنا يقولون لنا بأنه لا وجود لأي تهديد على ذلك ولا يهدد ذلك أمنكم القومي ترجمة نانسي قنقر